تحديد لأن سليمان صيلو له شعبية كبيرة سواء داخل تركيا أو خارج تركيا بمواقفه المشرفة سواء مع أردوغان أو من أجل مصلحة الدولة التركية نعم نعم فالحقيقة الموقف ده حصل في ماليزيا في 2019 كانت القمة الإسلامية التي حضر فيها رئيس أردوغان ورئيس مهتير محمد ورئيس مهتير إيراني حسن روحاني وتميم الأمير أمير دولة قطر وبعض القيدات الأخرى وحتى استدخل في الأوقات الأخيرة اللي منع بعض الدول من الانترون ده من وقت قريب نعم ديسمبر 2019 جاي 17 ديسمبر 2019 تذكر تاريخ جيدا فالمهم أنا صفرته بدعوة من رئيس مهتير كرئيس لجمعية تركية للتخطيط جاي قبل المؤتمر بليلة واحدة فقفزته في الطائرة مباشرة جاي فحينما وانتهى الجلسة الافتتاحية تم دعوة رؤساء الوفود من كل دول العالم إلى جلسة خاصة مع الرؤساء الأربعة فكل رئيس من الرؤساء الأربعة ألقى كلمة سريعة ثم قالوا لكل من الحاضرين يريد أن يعطي مدخلة فقط يرفع يده ولكن يختصر ويعني يذكر اسم دولته أنا كنت وضع الحقيقة العلم التركية على الجاكت نعم وأنا رفعت يدي ففجأت أن أنا أول المتحدثين بعد رئيس أردغاني فتكلمت عن فكرة الخريطة الاستثمارية للدول الإسلامية ثم حدركت دفسي بأي لغة وقدمت باللغة العربية أو الإنجليزية أعتقد بالعربية وقلت أنني من تركيا أمثل تركيا فحينما خرجت وجدت على يميني سليمان صوليو على يساري مولود شويش أغلو وزير الداخلية أو وزير الخارجية نعم فقلت لسليمان صوليو قلت له ألا ترى هذا العلم قال لي نعم قلت له ألم تسمع أنني قلت أنني أمثل دولة تركيا قال نعم قلت له إذن أين ما يمكن أن تقدموه للقادمين من نصر ومن الدول العربية الذين يطلبون بعض الأمور الخاصة بالإقامة والجنسيات وكذا وكذا فلكزاني هو يعني أنا أقول عنه بالترك أنه جن يعني هو لطيف وعنده شباب وحيوية عالية جدا يعني نكز حضرتك نعم بكوعه كده نعم قال لي خلاص هات الكارت عطيته الكارت قال لي بعد أن نعود سأتصل بك أنا قلت يعني سينسى يعني تمام والله عدنا فجر الاثنين صباح الاثنين كان يتصل بي وأنا نائم ساعة كام يعني كانت في العشرة صباحا تقريبا يعني إحنا وصلنا للفجرة يا دوبا كنا لسا نصحناش من المفوقناش من الطيارة يعني ومن بلزية فالمهم يعني هؤلاء هم مجموعة أجدوغان لذلك هم ينجحون صحيح وهم مع الجميع هكذا لا التماسك الحزبي التواضع الاستماع للآخرين ترجمة نانسي قنقر